بسم الله الرحمن الرحيم نعمل مواجهة مع الرجل الأقوى في مؤسسة الأزهر الشريف وكيل الأزهر الدكتور عباس شمان أنا بقول الرجل الأقوى لأنه طبعاً إحنا عندنا الإمام الأكبر يعني فضلته له مكانة كبيرة جداً في قلوبنا محترمة نعرفه متفتح العقل ضمير حر له مواقف وطنية كانت لنا ملاحظات في الفترة الماضية كبيرة جداً جداً هنا في برنامج آخر النهار وهتلاقوا في عدد كبير من الصحف أو ما تناقلته وسائل الاتصال الاجتماعي عن البرامج الفضائية من أنه الأزهر مخترق من الإخوان قولاً واحداً أنا قلت أمثلة كتيرة في زملاء تانيين قالوا أمثلة تانية يعني بالأسماء وبالأدلة في صحف طلعت بأسماء وبأدلة في جو عام ماشي كده هتلاقوه في كتير من وسائل الإعلام لا علاقة بإذا كان إحنا رايحين في طريق أن نجدد الخطاب الديني وأن نتخلص من التطرف ومن التشدد كيف يمكن أن يسمح بوجود عناصر إخوانية داخل مؤسسة الأزهر الشريف ربما لا يتفق الناس من داخل المشيخة مع هذا الطرح من حقهم يكلموا من حقهم يقولوا الحقيقة كان فيه اتصال بيني وبين فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب حول هذا الأمر مبارح وانا الحقيقة طلبت من نفسي أن أنا ألتقي بالرجل المتهم في هذا السياق رجل تدور عليه علامات استفهام الدكتور عباس شمان وكيل الأزهر الشريف لأن كل الأمور بتبدأ وبتنتهي عند الدكتور عباس شمان الرجل المشكورا وافق أن هو يخرج يرد على كل الاتهامات سواء الاتهامات التي وجهتها أنا بنفسي هنا أو وجهتها بعض الصحف أو وجهها زملاء أخرين لأن أيضا سيد سبراهيم عيسى الحقيقة له مقولات في هذا الأمر وله وجهة نظر ربما تتفق مع وجهة نظر اللي أنا أيضا بتبنها الحل إيه؟ الحل أن إحنا نتواجه ونتصارح لأن إحنا مش عايزين أي معلومة من المعلومات اللي بنقولها تسبب لحضرتك أي نوع من الارتباك أو أن أنت تتشكك في غير محلو أو تطمئنه حيث لا ينبغي أن تطمئن إحنا عايزين نقول والله حقيقة الوضع كسا هل فيه إخوان فعلا بيسيطروا سيطرة كبيرة على المشيخة؟ ده يقفر في إيه بعد شوية؟ أنتوا لحظوا أنه دايما الإخوان بالذات عندهم خطط طويلة المدى يعني لأنهم تنظيم مؤسس بطريقة مش عايز أقول الطريقة الماسونية ولا الكلام اللي هو فيه اتهامات أسطورية كده أنتوا عارفيني مش بحب الميل إلى الخرافة لكن مؤسس بشكل استلهم التنظيمات العالمية بتمشي إزاي وبيعمل خطط طويلة المدى مش خطط قصيرة المدى تلاقي خمسة ستة بيتكلموا في حاجة وفي البرلمان فيما خمسة ستة بيرتبوا التنظيم عسكري فيما خمسة ستة بينفزوا اغتيالات فيما خمسة ستة طالعين برا يتفقوا مع صحف عندهم شبكة من العلاقات لأنه الرجل عايز يحكم ولما حاكم فشل فالنهاردة أنا مقدرش أطمئن كمواطن بتكلم عن عصر الجديد بتكلم عن مصر الجديدة مش مصر الجديدة بس في حدود الوطن لا ده أنا بتكلم عن مصر الجديدة بخطاب ديني جديد وده مهم جدا خطاب الديني ده ممكن يبين المصطلح ضخم يعني بس حضراتكو أكيد فهمينه الخطاب الديني الجديد ده مسألة حياة أو موت بالنسبة مش لهذا البلد لهذا الدين نفسه إن إزاي إنت تقدر تنتزع هذا الدين من كل أفكار الخرافة والتطرف معا الخرافة والتطرف معا لازم ينتزع ينتزع الدين من ده يروح الدين لمنطقته الأساسية بتاع العمل والمحبة والرأي الآخر وبناء الأرض واستعمار الأرض واستخلاف ربنا سبحانه وتعالى عليها فيلم جميل جدا إحنا ما عملناهش خالص من بعد يمكن من بعد كده في نهاية الدولة الأموية لحد دلوقتي الصراحة ما عملناش الحاجات دي إحنا لحد دلوقتي يعني تاريخيا عدي فترة الخلافاء الرشدين عدي عمر بن عبد العزيز عدي حاكتين ثلاثة كده كانوا كويسين فتوحات كانت معمولة كويس بعد كده خلص الموضوع فالتالنهار دا ما تيجي تتكلم إخوان في الأزهر لا أنا النهار دا منتعلق بالأزهر وبقول هو ده التهار الوسطي هو ده اللي أنا عايزه هو ده الخطاب اللي إحنا محتاجين وهما دول فيه ناس وسطيين والحقيقة إن عشان برضو ما نتكلم لا طبعا فيه علامات أزهر أجلاء كلهم متفهمين دا ولولاهم ما كناش إحنا بقينا كده ولا فهمنا الفهم دا طيب ماقدرش أسيب بقى ظاهرة أو علامات استفهام بالدور حوالي مش بس مؤسسة الأزهر دا بيكلم فيلمة شاخة فماقدرش يسيب تساؤلات بالشكلة دا من غير ما نتكلم عليها ونرد عليها ونوضح فأنا النهار دا مشكورا الرجل وكيل الأزهر الذي يتوجه له هذه الاتهامات ولنخبة أخرى داخل الأزهر قابل إن هو ييجي النهار دا فيه مواجهة معايا أنتوا طبعا عارفين الكود بتاعي القانون أنا بحترم جدا الضيف له كل التقدير لأننا في النهاية طارح لأسئلة عندي وجهة نظر آها أعلنها بصراحة عندي أدلتي طبعا يعني فريق الإعداد وأنا مزاكرين مجموعة من الأدلة هنواجه بها الدكتور عباس شمان وهو له كل الحق فيه أن يرد على كل ما يضر إيه هدفنا في نهاية هدفنا أن المؤسسات في بلدنا تقوم بدورها الصحيح الأزهر يشتغل أزهر ويشتغل صح من غير ما حد يحرفه عن ما صاره المؤسسات الأمنية تشتغل صح الإعلام يشتغل صح المدارس تشتغل صح مش عايزين أكتر من كده إحنا مش عايزين نلمس بعض أكتاف مش ده غايتنا يعني تلميس بعض أكتاف زي هي ده إحنا أربع سنين عادنا كلنا نلمس بعض أكتاف والبلد ما أمت لهاش قومة لا إحنا عايزين نطرح المعلومة الحقيقية في محلها نواجه الأطراف نصر على رأينا إن كان هذا الرأي صوابا لازم نفضل نصر إن الرأي ده إذا كان الرأي صواب نفضل مكملين عليه وصاب بيبان خد بالك مش محل خلاف الحلال وبين والحرام وبين والمسألة واضحة فإحنا نهار ده هنقابل للدكتور عباس شمان وهنترح عليه كل هذه الأسئلة أتطلع إنها تكون حلقة مفيدة لحضراتكم ومفيدة أيضا لمؤسسة الأزهر مفيدة لطلبنا من الأزهر الشريف مفيدة لكل المهتمين بالشأن العام مفيدة لكل المصريين اللي عايزين خطاب ديني جديد ومؤمنين بهذه الفكرة هسيب دي على جنب لأن دي فكرة الحلقة لكن أنا هقف وهمسك بإداية واثناني وبدعوا حضرتك إنك تعمل كده برضو في كل ما تعلق بفهمنا لهذا الدين أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن هذا الدين هو دين عصرية كل مقاومات هذا الدين وكل ما يتلوه القرآن الكريم وكل ما نتورثناه على النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة ومن كل سلوك الصحابة والخلفاء الرشيدين رضوان الله عليهم كلهم هتلاقي والله بس إحنا ما بذكرش تاريخ مش بس الأحاديث اللي بتعلمك على المنبر أو الدروس اللي في الجوامع التاريخ الإسلامي له جانب مهم جدا جدا إزاي كانوا الصحابة بيتصرفوا إزاي كانوا بيعالجوا قضايا عصرهم أنا ذاك إزاي كانت إيمانهم بالعصر إيمان مطلق وحكيم إزاي كانوا بيتعاملوا مع لما حد بيروح مثلا لحضارة أخرى مثلا في فارس أو بينزل جنوبا في اليمن أو بيجي هنا مصر في حضارة كبيرة جدا إزاي كان بيتصرف مع كل حضارة وإزاي كانوا الصحابة بيستنبطوا فقههم الخاص وفهمهم للدين على حسب كل مكان هم موجودين فيه فهذا الدين هو دين العصر وسلوك الصحابة هو سلوك عصري مرتبط بعصورهم النهاردة يعني فيه دايما الإمام المتهمية اللي متهم دائما لما بيجي حد من اللي هم يعني مش برضو ما بيذكروش تاريخ إسلامي ييجي يتهم الطيار الإسلامي بالتطرف بيرجع للإمام ابن تيمية وبيعتبر إن الإمام ابن تيمية هو المصدر لفتاوى التطرف أنا أجزم لحضرتك من قراءة التاريخ إنه ده غير حقيقي بالمرة الإمام ابن تيمية أيضا كان ابن عصره لأن إنت كنت بتتكلم عن عصر هو عصر التطار التطار كانوا جايين على بلدان العالم الإسلامي الإمام ابن تيمية أفتب فتوى لو لاها فتوى يعني حاجة مزهلة إنك تقتل المسلمين اللي موجودين في الصفوف الأولى عند التطار التطار كانوا بيعملوا إيه كانوا يدخلوا على القرية وعايزين يدخلوا على القرية اللي بعدها فياخدوا النساء والأطفال من أبناء هذه القرية يحطوهم في مقدمة صفوف الجيش فييجي الجيش المسلم الناحة التانية شايف في الأول مسلمين وهم ماشيين والجيش وراهم ماشيين والجيش وراهم فكنوش بيدربوا عليهم حاجة ولا بيحربوهم فبالتالي فضلوا ياخدوا قرية وراء قرية وراء قرية حد ما وصلوا إلى قلب العالم الإسلامي فالراجل قال لك لا بص بق بص هنا ادراك المصلحة آنذاك انت في حالة حرب لاحظ ان كنت وقتها في حالة حرب الأمة الإسلامية بتحارب التطار اللي هما ما كانواش مسلمين كانوا جايين يدمروا هذه الحضارة عندهم مشروع توسعي جبار قائم فقط على القوة العسكرية مش قائم على أي فكر وعلى أي تحضر ولا عندهم رسالة هما بس الناس كانوا عايزين فروات الشعوب بيسرقوا وبيغضوا الأطفال والسبايا والنساء وإلى آخره فالإمني تيميه قال هنا بقى لما تقرى سياق الفتاوى اللي صدرت في هذا العصر دي في عصر فيه احتلال فيه قوة عسكرية فيه حكم غاشم جاية على بلدان العالم الإسلامي فيه أمة مقسومة فيه علماء بيتم شرقهم لصالح خلفاء ولا صالح رؤساء ولا إلى آخره فالإمام التيميه يطلع الفتوى الشهيرة بتاعت التطرس دي أنه أجاز للجيش المسلم أنه يضرب الصفوف الأولى لدى الطرف الثاني التطار اللي بيتطرسوا بهم حتى سمية التطرس لأنها منسوبة إلى التطار كانوا بيجيبوا الناس درع بشري من المسلمين فأفتى بقتلهم أنه هما يقتلوا وبعافة عن يوتب لأنه التمن كان يحصل استمرار قتل أنهما كانوا بيدخلوا القرية التانية يقتلوا دول وياخدوا دول ويدخلوا بعدها يقتلوا دول وياخدوا دول فدول في حكم الشهداء شهداء فالرجل أفتى بهذه الفتو لما تيجي تقرأ وتاخد مجموعة فتاة ابن تيمية تحطها في السياقها التاريخي تكتشف أن تيمية كان رجل أيضا لهذا العصر ممكن ناس تتفق أو تختلف معها طلع تلميزه ابن القيم اختلف مع حاجات هو قالها الإمام ابن تيمية طلع بعد كده علماء آخرين اللي ترابوا في بلدان ما شافتش هذا النوع من الحروب أو يعني مثلا الأندلس هتلاقي مجموعة فتاة في الأندلس مختلفة تماما يعني الفتاة اللي تلاقيها هنا في المشرق العربي سواء في الجزيرة العربية أو في مصر اللي كانت خط مواجهة رئيسي أو في دمشق وبغداد اللي كانوا مراكز للخلافة الإسلامية في سنوات طويلة هتلاقي نوع الفتاة هنا غير نوع الفتاة هناك فأنت هنا وما كانتش حد بيكفر حد ولا حد بيقول حد حاج أنت كانت الأمور براح وكان فيه كلهم مفكرين وكانوا بيتجدلوا مع بعض في الصح والخطأ لكن كل واحد ما كانش بيكفر الطرف التاني فدول كانوا علماء مرتبطين بعصورهم الصحابة أخدا كانوا كده لو ما تقرأ في تاريخ الصحابة وزي كانوا بيتصرفوا هتكتشف أنه ده كان بيحصل وبشكل ما عليوش أي علامات استفهام زي ما احنا عندنا دلوقتي احنا دلوقتي بنسأل في التلفزيون في السينما طب حرام ولا حلال طب البنوك البنوك اللي هي لغة عصر دلوقتي اللي هو لا حياة للاقتصاد العالمي ولا نعيش ولا ناكل ولا ناكل من غير موجود مصارف الناس تحوش فيها وناس تانية تشتغل بالفلوس دي ده انت لمت في مدخرات الناس بتشتغل وبتعمل استثمارات عشان دول يكسبه ودول يكسبه فاحنا مديقين على نفسنا ومتصورين ان الصواب هو ان نفكر بالطريقة التي كانوا يفكرون بها في الماضي ونتصرف زيهم فتلاقي ناس بيلبسوا برضو الجلباب ويأكلوا على الارض ويأكل بسلاسة اصابع ما هو ما كانش فيه برضو معالق هنا لما بنتكلم عن خطاب ديني احنا بنتكلم عن كيف يمكن ان نستلهم روح الصحابة الكرام والخلفاء الرشيدين ونقول لو كانوا موجودين دلوقتي كانوا هتصرفوا زي على الخريطة الدولية وفي التحديات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي موضوع موضوع معقد وكبير بس مهم مهم وحي ومهم عشان ما ينفعش ان احنا نبقى ارض التخلف ما ينفعش يبقى احنا ارض الاساطير تبقى الاديان نزلت هنا وربنا حسم لنا الموضوع قولا واحدا برقي وبرسالة متحضرة وبارض مهد للاديان وبدين عصري وبدين ياشي يحف عن العمل والنظافة وامطة الاذة عن الطريق وكل الكلام ده فنسيب كل ده ونروح للجن بقى والعفاريت والاساطير والخرافات ونروح للتطرف والقتل وداعش وسبي النساء وجهاد النكاح يانهاري سود يانهاري سود احنا بنتكلم حوالين دين بيتعرض لتدمير داخلي تدمير ذاتي من جوه بيتفكك من جوه ايه ده النهار ده بفوست كل هذه المعادلة واحنا عملين نقول خطاب دين جديد وعايزين لغة عصرية مختلفة مش عشان احنا نحرف الدين عن مصاره لا احنا عشان نستلهم قيم هذا الدين في اللي احنا بدي عمله دوقتي بس بعادلة الله بالصحة مش انت تقولي سنة 1100 واحد فيه مفتي في اليمن قال كذا فانا هاخد الفتوى بتاعت المفتي بتاعة اليمن حرام عليك ويفضل يكتب حتى الان يا جماعة فيه في هات انزل دوقتي في اي مكتبة هات كتاب في الفقه هتلاقي باب اسمه باب الرقيق على طول باب الرقيق الرق باب الرق اللي هما بقى العبيد والايماء اللي كانوا موجودين انا ذاك في الدولة الاسلامية واللي القرآن كل فضل يتدرج لحد ما حررهم كله بقاش فيه اساسا رق انت دلوقتي راجع تاني بتدرس للرق عدرتك ادرس للرق عامل بي ايه طب الكتب دي موجودة بالشكل دي ليه هو انا عندي عبيد وإيماء وملكة يمين واذهبي فأنت حرة والكلام ده مفيش كلام بخلاص مفيش مفيش لانه خد بالك لانه الاسلام ما كانش عايز يبقى فيه بس هو مشي معاك بالتدرك لانه دين عصري بيتفاعل مع هذا البناء الانساني وبيرشدوا واحدة بواحدة لو كان قفالها علينا من الاول كل روحنا في دهي بس للأسف فيه ناس دي الوقت بيقفلوها ولهم الغلبة بالصوت العالي وبالتكفير اللي احنا عايزينه لأ احنا عايزينه دول ما يبقوش موجودين هذا الفكر ما يبقاش موجود وهذا التخلف والجنية ورجل مسلوخة والحاجات دي برضو تبقاش موجودة اللي اتنين باكتش واحدة باقة واحدة ما ينفعش يلفصوا عن بعض لذلك الحلقة دي مهمة ليه؟ لانه انا مش هنقبل بقى ان انت في الوقت اللي انت بتقول انه الدور ده بتاع الخطاب الدين الجديد يلعبوا الازهر الشريف وقادين يطلع الازهر في تطرس اخواني من الداخل صحة هذا الكلام ودقته والبينة على مان الدع اللي هو احنا هنقولها في هذه الحلقة مع الدكتور عباس شمان ارجو انها تكون حلقة موفقة وارجو ان الكلام يكون مما ينفع الناس ويمكثوا في الارض في الاقر